السلام عليكم ازا ايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يصعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله كراءة جديدة وحصرية على القناة لموليد برج الجوزاء صلى على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام قطروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم بشن بما انتظر منك وانت خير المغشرين كلها برج الجوزاء دي كراءة جديدة وكراءة حصرية يلا جيش برج الجوزاء ينزل في الكومنتات ويثبت وجوده بالصلاة على الحبيب ونشوف ايه الاخبار يلا حط النية بتاعتك عشان نشوف الاخبار عندك ونشوف الملح الروحاني هيقولك ايه مع الاخبار بإذن الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد دايما اقولكم ان انتو عندكم بدايات جديدة عايز اقولك ان انت هنا هيكون عندك بداية جديدة البداية دي هتكون فيها نجاح او فيها اخبار صارة فيها كلام يعني البداية دي هتكون ليك انت انت اللي هتثبت وجودك بنفسك وانت اللي هتطلع نفسك من اي حاجة تدايقك وتسعدك انت بدأت او شغال الايام دي على حاجات كتيرة جدا في حياتك طيب ايه هي اللي شغال عليه شغال على نفسك بدأت تقطع علاقاتك باي حد ممكن يدايقك اي حد كده بيحس ان انت ممكن يدايقك فبتقطع علاقتك بيه فورا ما بقتش زي الاول وما بقاش عندك طاقة ان انت تستحمل ما بقاش عندك طاقة ان انت تسمع اكتر ما بقاش عندك طاقة اي حاجة فقط وعشان كده بدأت تقول انا سعدتي هتحكم فيها وعلشان كده انا مش عايز حد يدخل حياتي اتخزلت اتخزلت من اشخاص كتيرة جدا يخزلوك وكان فيه شخص عزيز عليك وعزيز على قلبك حبيته قوي وكنت مخلص لي قوي في الفترة اللي فاتت خانك وتخلى عنك وممكن كمان يكون اكل حقك او ظلمك الشخص ده انت كنت بتموت فيه الشخص ده انت قلت لو الدنيا كلها سابتني وخانتني الشخص ده مستحيل يخني او يخيب ظني هو ده نفس الشخص اي وهو نفس الشخص اللي خيب ظنك وظلمك الفترة اللي جاية دي هيكون عندك تطوير في نفسك هتحاول تشتغل وهيبقى عندك نجاح كبير السنين اللي فاتت كنت تعبان السنين اللي فاتت تعبت خدت فترة من الفترات كنت تعبان جدا لدرجة اني محدش واقف جنبك محدش سندك محدش عوضك عن اي حاجة انت كنت فيها بالعكس انت كنت سند لنفسك وكنت دعم النفسك ومن كتر قوتك وسقتك في نفسك قمت من الازمة دي وطلعت منها وقلت الحمد لله ربنا عوضني اكتشفت نفاق واكتشفت وشوش مزيفة وطلعت انت اللي كذبان ان انت فعلا قطعت علاقتك مع الناس دي احب ابشرك بطريق او بعلاقة جديدة في طريقك او موضوع جديد في طريقك الله اعلم بس فيه موضوع زواج او رجوع للمنفصلين المنفصلين عندكم طاقة تفكير او انتو عندكم طاقة تفكير رهيبة او صراع مع نفسكم بتدخلوا نفسكم كده في دوامة بتبقوا قاعدين في امان الله وتلاقوا دماغكم صراحة راحت لحاجات كده غريبة لدرك ان انتو من الناس اللي هي عندها ربط احداث قوي جدا بتربطوا ربط احداث كده قوي ربط احداث رهيب بنفسكم بتحاولوا تفكروا كتير بتحاولوا بتجمعوا حاجات في تفكيركم محدش يجمعها ابدا في واحدة ستة بتلفى حواليكم والستة دي منافقة وبوشي بتلفى عوالين رقابتكم كده بتحاول ان هي تبين لكم ان هي بتحبكم ان هي انتو مش عارفة ايه بس الستة دي منافقة ايوة منافقة وانتو عارفينها انتو عارفين ان الستة دي منافقة والستة دي بوشين وبتحاول تلعب على كل الاطراف وبرضو سكتين انتو الايام دي حمالين اسية سكتين ووريب جدا هتطردوها برا حياتكم ووريب جدا بس اليومين دول عندك بعض الكركبة عندك دماغك متكركبة تفكير رهيب كلام كتير حيرة الله اعلم بس اليومين دول عندك تفكير كده دماغك متكركبة دماغك مش متوازنة مش عارف توازن تفكيرك القلب عايز حاجة والعقل عايز حاجة وعشان كده انت داخل في صراع بينك وما بين حد او بينك وما بين نفسك تبدل اوراق عندك ورق بيتبدل او انت ناوي تبدل ورق او ناوي ترمي الترابيزة عليهم اتنين ستات والاثنين ستات دول شبه بعض بيتفقوا عليك في كل حاجة بتحسهم كده بيتفقوا عليك وانت قلبك مش مرتح لهم تحس ان الاثنين دول لما بتلاقيهم قاعدين مع بعض او بتلاقيهم موجودين من جنب بعض بتحس ان قديهم ممكن يعملوا حاجة انتو طيبين جدا وما بتعرفوش تميزوا الاشخاص اللي في حياتكم وعشان كده انصحكم ان انتو ما تحتفظوا اسراركم لنفسكم ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم الفترة دي انتو هتتعاملوا اكتر بحكمة هتتعاملوا اكتر بحاجات جديدة هتتعاملوا اكتر بشخصية جديدة عندك هنا مرقبة من حد بيرقبك على السوشيال ميديا الحد ده بيرقبك او بيتكلم عليك او بيحاول ان هو يقرب منك بس انت حططلو حد بينك وما بينه خلي بيدك انه والله الحاقدين والحاسدين حواليك وموجودين في ارض بيتك يعني الحاقدين دول دول اشخاص مقربة منك وممكن يكونوا بيأكلوا معك عشو ملح وبيطلعوا برا يتكلموا عليك بس انت اجمل ما فيك ان انت ما مش مديهم اهتمام ودي حاجة كويسة جدا ان انت مش مدي حد من الاشخاص المنافقين والكذابين في حياتك اهتمام عشان لو ادتهم اهتمام هتلاقي بتعلي سعرهم هتلاقيهم بتميزهم في حياتك وعشان كده انت بتكبر دماغي وكل اللي بتقوله حسبنا الله ونعم الوكيل انا لي يا رب كبير هيخد لي حقي في يوم من الايام وبإذن الله بإذن الله ربك هيخد لك حقك علشان انتوا فعلا اتظلمتم ودايما كنتوا بتطلعوا من حاجات كتيرة جدا مضيقاكم وخانقاكم ما تقلقوش من اي حاجة بس في نفور بينكم ما بين حد نفور يعني كلام فيه كمان شخص الشخص ده هيقدم لك اه مساعدة اه هيقف جنبك وهيساعدك وهيرجح حقك من ناس ظلمتك بس حاول ان انت تكتم في امورك حاول ان انت تكتم في حياتك اه انت برضو عارف مين بيحبك ومين بيتحك عليك وعشان كده في عروض هتتقدم لك الفترة اللي جاية وفيه عرض حلو هتفكر فيه شوية وبعد كده هتختار الصح بس عايزك تحذر من الاختيار بتاعك علشان هيكون دقيق جدا اه فيه كمان شخص ناوي يرجع لك من الماضي الشخص ده بيفكر فيك عايز يتكلم معاك عايز ان هو يرجع لك يعني عايز يبقى فيه بينه وبين كلام بس انت هترجع له وبعد ما هترجع له هتكتشف انه راجع لهدف معين او راجع لحاجة معينة وبعد كده هتحط حد بينك وما بينه وهتطرده من حياتك بس بعد ما هتاخد حقك عندك مناسبة المناسبة دي حلوة حلوة اول حياتك وهيبقى فيها حضور ناس وخلي بقى ده انت الفترة دي ناوي تكشف او ناوي تاخد علاج لحاجة معينة ظهرت فجأة في حياتك لا اما مشاكل صحية ظهرت تساق الشعر حبوب حساسية اي مشكلة عندك لو ظهرت فجأة عالجها مفيش حاجة تخوف ده ده بس سبب الحسد علشان انتوا فعلا جمال جدا لو ما كنتوش جمال شكل فجمال قلب قلبكم جميل وقلبكم طيب وعلشان كده بيتخاب ظنكم وحاسين ان حظكم قليل في الحياة بسبب الكلام الكتير الفترة دي انا متأكدة ان النومكم مش مستقر النوم فيه تعب يعني انتوا ما بتناموش كوي ازاي الناس ما بتعرفوش تحطوا دماغهم على المخدة وتناموا لا بتفكروا تفكروا في الماضي وتفكروا في الزكريات وتفكروا في العاطفة وتفكروا في اي حاجة في حياتكم انتوا ممكن طول اليوم يفضل مكاركب بس اول ما بتحطوا دماغهم على المخدة بيفضل بقى التفكير يشتغل تفضل بقى الامور تشتغل تفضل بقى ده فلان حصل منه كلام الكلام ده كل يعني ما بتعرفوش تناموا زي البشر لا بتفكروا وعندكم ميزة حلوة جدا عذاب الضمير ضميركم بيعذبكم حتى لو انتوا عملتوا يعني ممكن تكونوا عملتوا حاجة من غير قصد واول ما تفتكروها بترجعوا تعيدوا حساباتكم وتعيدوا تفكركم وعندكم تقنيب الضمير ده حاجة كبيرة جدا في حياتكم اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد الفترة دي طيب اول حاجة انت عندك صفقة او عندك صفقة حلوة جدا وعندك شخص هيقرض عليك فرصة جواز فرصة ارتباط تخص الحياة العاطفية لو انت عائس حاجة معينة الاهل بيكونوا رفضنها ليه؟ ليه لايمن الاهل حسسوا من هما مش عايزين يريحوك مش عايزين لك الحاجة اللي انت عايزها حسسوا من هما وقفين ضدك مش وقفين معاك وعشان كده انت محتاج حد يسر لك امورك فيه كمان شخص هتتعرف عليه الشخص ده هيحصل بينكم كلام حلو وممكن كبان يحصل بينكم سفر بس هيحصل فيه حاجات حلوة جدا وكمان الفترة دي هتكتشف شخصين مخادعين ومنفكين فخلي بالك منهم من الابراج المائية هتكتشف شخصين هيبقى فيه كلام بينكم وهيبقى فيه امور انت اليومين دول مستني او بتعمل فحوصات علشان خبر حمل او امور تخص الاطفال الله اعلم بس فيه شخص هنا الشخص ده بيزعجك ودايما ناطط في حياتك دايما كده بيتحاول ان الشخص ده من العيلة بيزعجك ودايما ناطط في حياتك وبيتدخل في اي حاجة ما تخصهوش ودايما كده عارف انه هو حاسود وانه هو منافق وانت ساكت ساكت ليه علشان مش بيجي الحاجة تثبتها او هو مبين انه هو شخص مش كويس مبين الوش الحلو مبين انه هو شخص كويس انه هو شخص بيحب الحياة انه انتو اللي ممكن دايما بيرمي ممكن يعمل التهمة ويرميها عليكم وانتو طبعا من كتر ما انتو طيبين ما بتعرفوش تطلعوا من اللي انتو فيه وعلشان كده فعلا انتو من اكتر الناس اللي مستنية اي خبر يفرحها مستنية اي حاجة تطلعها من اللي هم فيه علشان بجد تعبته تعبته ومشكلتكم حاجة واحدة بس ان خاب زمنكم في ناس كتيرة جدا خاب زمنكم في اشخاص حبتوهم في اشخاص اه وقفتوا معاهم اكتر من مرة من اشخاص كنتو انتو الحاجة الكويسة لحياتهم فما تقلقوش ما تقلقوش ولا تحبطوا خليكم واسكين في قدراتكم خليكم واسكين في نفسكم ودايما اقول لكم ما تشمتوش حد فيكم حتى لو مين ما تشمتوش اي حد فيكم ابدا خلوا نجمكم ساطع وقفوا وحددوا اللي انتو عايزينه في حياتكم عشان عندكم اخبار حلوة بإذن الله الفترة اللي جاية اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتو بتعانوا من الدين والخناء بتعانوا انو انتو بتقدروا ناس وهم مش بيقدروكم وعشان كده هتقطع علاقتكم ببعض الاشخاص اللي في حياتكم وصلكم كلام الكلام ده دايقكم وخناءكم وخلاكم تعانوا من حاجات كتيرة جدا والكلام ده مش حقيقي ولا الكلام ده صح خلوا بالكم من النقطة دي كويس وما تظلموش غير لما تتأكدوا علشان خاطر هم بيعرفوا يضحكوا عليكم بيعرفوا ازاي يخضروا بيكم بيعرفوا ازاي يجبوكم في الكلام فوصلوكم ووصلو لكم كلام غلط والكلام ده مكانش حقيقي وانتو زعلتوا وخدتوا على خاطركم من غير ما تعدوا لأ انتو كده غلطانين عدوا عشان خاطر انتو عندكم انفراجوات حلوة الفترة دي من الفترة اللي انتو بتعانوا من التقالب الامور بتعانوا من الحيرة وعدم اتخاذ القرار الصح في الوقت المناسب لأ خدوا القرار وعندك موكف حلوة جدا وعندك امور فيها طاقات ايجابية احب افرحك وبشرك بخير ان انت عندك شراء ملابس شراء حاجات كتيرة جدا دايما هقول لكم الست البيضة اللي ملامحة حلوة الست دي حقودة الست دي غيارة الست دي انسانة خبيثة ركزوا معي بيضة هي بيضة وملامحة حلوة وبريئة وشخصية جميلة جدا وتشد الانتباه مجرد ما حد يقعد معها عشان خاطر الست دي هي اللي عملالكم العراقيل دول بس انتو قلبكم طيب عندك هنا حاجة هتفرح قلبك او هتخليك تطلع من الصدمة الكبيرة اللي انت بتعاني منها دايما اقولك ان انت رغم الفرح اللي انت فيه رغم الامور اللي انت في حياتك بس دايما قلبك حزين حزين كده قلبك فيه حاجة غلط يعني بتقول يا ربي انا بمر بخانق او بمر الدي بمر بصدمات كتيرة جدا ومحدش واقف معي محدش بيساعدني في اي حاجة واخد على خطرك من موضوع معين واخد على خطرك من حاجة معينة في حياتك زعلان على نفسك قوي ان انت تخاب او تظنك في ناس كتيرة جدا عارف انت حتى لما بتكتشفهم وبتطلحهم من حياتك بتقول انا استفدتش حاجة حسبنا الله ونعمل وكيد امنهم لله صدموني خزلوني اعملوني مشاكل بترمي بترمي همومك على ربنا بس اقرب مليك هم اللي مخلينك الان وحيران في كلام كتير مدايقك وخنقك رغم ان انت رمي همومك دايما على ربنا اللهم صلي وبارك بسم الله طيب اطمنك وبشرك اكتشاف مواضية اكتشاف حاجات كتيرة جدا بس عارف حتى لو هتكتشفوا مواضيع او حتى لو هتتقزوا من ظلم انتو ما يكونش دعوة بيه في اربع خطوات اربع خطوات بس ومن خلال الاربع خطوات دول هيبقى فيه سعادة القلبك والهم اللي في حياتك هينزح الله اعلم هو الهم ايه بس الهم اللي في حياتك ربك هيشيله منك وهيجازيك خير انت الايام دي من اكتر الفترات اللي عندك اهتمام بنفسك جدا بتهتم بنفسك بتهتم بشغلك بتهتم باناقتل بتارجعك بتهتم بنفسك وما بقاش يفرق معك حالك خالص اه في واحدة الواحدة دي انت هتتعرف عليها لسه الايام اللي جاي هتقف جنبك وهتساعدك في حاجات كتير بس حتى لو هي كويسة انتو متترموش اوي متترموش اوي عليهم الفترة دي انت هتستلم ورقة فيها نجاح فيها كلام هتستلم ورقة هتخرجك من المحنة اللي انت فيها حصل عندكم تجارة اكتر من مرة وفشلت يعني اشتغلت في تجارة اشتغلت في حاجة خدت خطوة معينة والخطوة دي فشلت بسبب ان انتو بتعيشوا في وضع متقلب بتعيشوا في حيرة انتو ملهاش علاقة بحياتكم ارموا همومكم على ربنا دايما اقول لكم ارموا همومكم على ربنا وما تستنوش حاجة من حد انتو عزاز النفس جدا وعشان كده ما بتعرفوش تطلبوا حاجة من حد هم بيطلبوا منكم وبيقول لكم احنا محتاجين احنا عايزين احنا واحنا واحنا بس انتو ما شاء الله عليكم بدأتو ما تدوس زي الاول بدأتو ان انتو تغيروا من تفكيركم وتغيروا من حياتكم الفترة دي هيكون عندك مواجهة المواجهة دي هتكون من صلحك بس لو تعصد هتفقد كل حاجة انا بنصحك ان المواجهة دي تكون فيها هادئ وتكون فيها ساكت وتسمع اكتر ما تتكلم علشان خاطر لما انت هتسكت هتعرف تفكر كويس في المواجهة وهتعرف تهدي اعصابك بنفسك حتى لو سمعت كلام مش فيك او سمعت كلام دايئك هتفضل برضو هادئ وما تفكدش اعصابك علشان ترتب افكارك وتعرف ترد علشان مش بعد ما تخفص المواجهة تزعل وتقول لما عرفتش ارد وما اخدتش حقي لا انت لو سكت هتاخد حقي مفاجأة من حبيب مفاجأة من قريب الله اعلم بس فيه مفاجأة والمفاجأة دي هتكون قوية جدا او هيبقى فيه اعتراف في حب انت ناوي تعترف لحد او في حد ناوي يعترف لك بس برضو شاي الهم يعني برضو شاي الهم وشاي الحمل كبير انتو من اصحاب اللي هم ايه ممكن ما يبينوش اللي هم زعلانين او مخلوين بس بيبقوا عندهم عزة نفسي كده غريبة عزة نفسي كده راهبة بتخليهم يفضلوا يفكروا طول الوقت وزي ما قلت لكم عذاب الضمير اللي واخد جزء كبير جدا من حياتكم مخليكم بتعانوا مخليكم حيرانين ومخنقين ومتدايقين احب ابشرك وطمن قلبك ان انت عندك لم شامل لم شامل مع ناس مقربة لحياتك لم شامل مع الناس انت بتحبها بس الدوخة اللي بتجيلك من غير اي سبب الدوخة اللي بتخليك تكون في امان الله وفجأة تلاقي نغزة في قلبك شديدة بتحصل معك كده نغزة في قلبك شديدة وتسند على الحيطة من كتر الدوخة اللي انت مبقيتش عارف توازن دي سبب الدوخة اللي في حياتك وبسبب العيون اللي موجودين في حياتك عايزة اطمنك ان انت نجمك عالي جدا وقوعة تشمت حد فيك قوعة وخلي بالك من تقلبات او من عرقيل العرقيل دي واخد بجزاء كبيرة في حياتك وهم اللي مضايقينك في حد عندك في علاقة تانية في حد عندك ناوي يتجوز مرة تانية الله وعلا بس في حد عندك ناوي يكون في علاقة تانية ناوي يتجوز حد تاني او في حد عندك عارف حد على مراته في حد في حياتك فخلي بالك من نفسك ان الفترة دي انت هتكتشف السر ده ربنا هيعوضك عن الاذى اللي انت مريت به هيعوضك عن الصدمة اللي انت حاليا بتعاني منها هيعوضك عن حاجات كتيرة جدا طال انتظارها في حياتك دايما نقول لك خليلي بالك من نفسك وكون حريص حريص جدا جدا على اطفال حريص جدا على حيات في حياتك هتطلع من هم هتطلع من سجن هتطلع من حد هتطلع من حاجات كتيرة جدا ولو انت ناوي على سفر الفترة دي من اجمل الفترات اللي انت ممكن تسافر فيها علشان الحظ هيكون من جنبك الحظ هيكون من نصيبك الفترة اللي جاية وهتحصل على حاجات كتيرة جدا تبشرك بالخير هتحصل على حاجات كتيرة جدا هتفرحك وهتعوضك عن ازم كبير جدا وقع عليك من ناس مقربة سحر فيه سحر تربط لا اما انت معمولك سحر تربط لا اما الشريك يعني سحر تربط يعني وقف حال القروهية انا كاره كل شيء حد عندك معموله سحر لا اما انت لا اما الشريك والسحر ده مسيطر او السحر ده الطاقة بتاعته موزعة على الكل فخلي بالك من نفسك انت معمولك سحر والسحر ده ناس كده جدا قالتلك انه صعب يتفك ناس قالتلك انه مدفون ناس قالتلك كلام كتير بتسمعه عن السحر بس انت معمولك سحر بالتربط وبوقف الحال وعلشان كده من الفترات اللي انت مش عارف توازن فيها امورك ولا توازن فيها تفكيره بس ناوي تطلع من اللي انت فيه ناوي تغير من نفسك وتشتغل على نفسك في حاجات كتيرة جدا وعشان السحر يتفك لازم اول حاجة يكون عندك ثقة بالله وتقرب من ربنا اكتر انت بتتخنق من غير سبب وتلاقي نفسك ده ومش قادر تاخد نفسك بتحس ان انت خلاص مش قادر ولا قادر تعمل اي حاجة وخلي بالك من فرصة مش هتتقدم مرتين في حياتك الفرصة هتجيلك مرة واحدة خلوا بالكم من نفسكم وكونوا حرصين على حياتكم كرائتكم كلها مبشرة بس احذروا من اي حد ممكن يأذيكم ولا اي حد ممكن يتكلم عليكم في الحاجات سلبية تخنقكم وتضيقكم تبشرات حلوة وعندك بصمة البصمة دي هتكون بصمة شغل او بصمة خروج من علاقة فاسدة في حياتك خروج من ازمة مدية انت بتعاني منها انت كل مشاكلك بتحلها بس في مشاكل بتعجز عن حلها تحياتي ليك اتمنى لك السعادة والهنة والرزق والتفاعل والفرحة الحلوة اللي تعوم من حياتك لو عجبتك الكراءة لا تنزاش تقول لي في الكومنتات الكراءة عجبتك ولا لا اشتركوا في القناة